السلام عليكم و شراكم شاء الله ستكونوا كامل بخير اليوم شاء الله سنحضر لكم وصفة تصلح لعشا خفيف ضريف اللي هي الكرب صليم حشيين بالشاوروما الوصفة رهي سهلة و ما تضيش الوقت فيها زوش حبية تاع البيض نزيدو لهم ربع مغارف كبار تاع الزيت نخلطوهم مليح من بعد نزيدو كاس و نص سع الحليب بالنسبة للحليب يكون حليب بارد عادي الوصفة تاعليك خيب صالية رهي وصفة بزاف سهلة ما تضيش الوقت و ما فيهاش اصلا مكونات بزاف حتى الطريقة التحضيرتها رهي سهلة نخلط مليح المواد سائلة نولي نزيد في الفارينة بالنسبة للفارينة حطيت كاس سع الفارينة مع نص مغارفة عملح الملح ما تنسوهش رهي ضروري في الوصفة بما انو ريح نديرو دي خيب صالي ريح نحرك و نشوف القوام تاعي لازم يكون خفيف بس احنا شي خفيف بزاف انا كي حركت القيتب اللي مزالت نقطة شوية فارينة واللي تزدت على الكاس مغارفة كبيرة متما على حسب النوعية اللي عندكم المهم الخليط تاعكم ميكونش ثاني ثقيل بزاف اذا داتوا الخليط تاعكم من بعد اللي خيب تاعكم رايحين يجيو خشين يعني مع الجنين كي نخلطوا كل شملي لازم نصفيوا الخليط اللي عندنا انو مهما نخلطوا يعني الفارينة حتبقى حبيبات فلازم هذا الخليط يتصفى وشوفوا القوام تاعو كيفش يوالي هذا هو القوام المطلوب رايح نغطيه ونخليه يريح مدة نص ساعة في الوقت نحضر الحشو بالنسبة للحشو كما قلت لكم رايح نخدم شاور ما يعني بسيطة سهلة كان عندي هنا نصب صدر الدجاج كنت قطعته الى قطع متوسطة للحجم بالنسبة للتوابل رايحين تلقواها في صندوق الوصف هي ملح فلفل اسود كصبر فلفل احمر حلو وحار عندي شوية على القرفة شوية على الكراوية زنجبيل ثوم بودر الكوركم والكمون هذو كامل اذا سيتو هم راه هم في صندوق الوصف حطيت ايضا خمس مغرف كبار شوية على المعتنوس نخلط كلش مع بعض حطيت ايضا مغرفة صغيرة على مطاقد نحب زيف المطاقد في الشوارمة كنخلطهم بهذا الشكل بما انو الوصفة راهي سهلة يعني كما نقول خيفة طريفة ما خليتش الجيش تعيريه مباشرة كنت تخنت المقلة وحطيت الخليط ثم اذا كان عندكم وقت تقدروا تخلي بها مدة ساعة اذا كانت عندكم كمية كبيرة تاع الجيش من المستحسن انكم تقسموها على يعني النصف طيب النص الاول ونبعد تزدو طيب النصف الثاني لانه كنت تحطوا كمية كبيرة كما ديما نقول لكم كمية 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 فهنا انا قليتها شوية لا تضيش خلاص بزيف طيب والحشو تعيره هو جاهز ورايح نروح نطيب الكخيب ما تقريبا يعني فتة ونصفها بالنسبة للمقلة المرة اللولة فقط تدهنوها بشوية لانه كنت طيبت دجا حبه ونأكد عليكم في حاجة واحدة في الكخيب انه ما تديروهم شخشين كما ان هذا المغرف يعني طيب به نعرف الكيل تاعه مع المقلة لازم نعمروش مليح نحصل على قطعة تجي هاي لهم متضيش خشينة طريقة الطيب تحمره سهلة حتى اني درتها معاكم من قبل درتلكم الكخيب صالي بطريقة واحد اخرى ودرت ايضا الكخيب اللي عاديين الحلوين بالنسبة للمقلة لازم تكون مقلة سبيسيال الكخيب حاكذا باش ميرسكنيش والكمية هذي اللي عندي رايح اجيب لكم ثمان حبات ثمان حبات ملاح يكونوا رقيق ما يكونوا شخشين شوفوا كيفاش طيبتهم هنا نكملت كلش كنت قليت ايضا شوية تاع البطاطا جبت احنا ثومية تحبو مايونيس اي سلطة احبيتوها انا حبيت حاجة تكون بسيطة محبيتش نكثر بزيف الحشو هذا ما حبيت ليك خيب بعد ما طيبتهم نحاول انكم طيبوهم بلون ذهبي بركم لا يحمروا بزيف لانه بعدها لازم يكملوا طيبتهم في المقلة حسنا لانه نقوم بتحديد نقوم بتحديد نصف القطر فقط تاع الحبه لانه بعد نقلبها كما رأيكم نشوفو اول حاجة نحط السلسة اللي خيرتنا ها سواء كما قلت لكم ثومية مايونيس بعد نحط شوية تاع الجيج ونحط ايضا شوية تاع البطاطا الحشو ما تكثروش بزيف كما علي بيلكم يعني الكخير بزيف خفيف كون تكثروا الحشو رايح يغلب على العجين شوفوا الطريقة فقط كيفاش نقلب وحبيت انه هذي الجهة هي اللي تكون على بره جي بزيف هيلة ومشاهية في الاكل كين حبيت في الويلدرت هوم هذي كسوفلية تكون بزيف ذهبية مجاوش بزيف مليح بصح هذي الجهة جيز بزيف هيلة رايح نكمل بهذه الطريقة ودرس حبتين فقط بالطريقة يعني القديمة كمال طاكوس كما قلت لكم الكخير لازم يطيبوا المرة الثانية نحطوهم في المقلو لازم نخليوا هذه الطبقة العلوية تتقرر مش مليح وهذه العملية تدروها قبل التقديم سمتقدروا توجدوهم حتى نجيب تاكلوا كمال طاكوس وهذا هو الشكل اللي يدرناه مع بعض يعني شكل بزيف هيلة يجيوا بزيف خفيف صندويتيات متحسون لهم مشيه ذاك الخبز اللي يكهم ولا اللي اللي شبع اللي بها قلت لكم يعني عشاء خفيف ضريف ونأكد انكم تتحمروهم مليح حتى تكون مقرمي ويجيبونين هذه هي فكرتنا لنهار اليوم فكرة بسيطة سهلا نتمنى ان تكون عجبتكم متجربوها وتشاركونا جميع تطبيقاتكم في جروبنا على الفيسبوك وفي الانستغرام في الاخير نقول لكم دومتم اوفيه ان شاء الله لقائنا في وصفات قادمين الى اللقاء